هذا الفريق اليوم باستثناء صلاح الحياة هم 25 لعب يعني راح باقينا 24 لعب وراح يتقلصوني الى 23 لعب الفريق باكمله يمكن انا اول امس تكلمت لك علي كرة العمانية هؤلاء اللاعبين عدهم تجربة وخلال اللقاءاتك اللي سويتها مع الاخوة العمانيين انا باعتقادي بعت البصرة حاضرة في اثهان اللاعبين زايدا للاخوة الاعلاميين اللي حضروا وين في خليج البصرة المعاناة اللي يخافون منعتها يعني سوان الوفد كله الوفد العماني هو صوت الجمهور اللي راح يكون بالملاء انت سألتني على المباراتين انا باعتقادي قد يكون قد تكون القرعة ما كانت بصالح الفريق العماني يذهب الى العراق ومن ثم يعود الى مسقط اللي يلاقي الفريق الكور الجنوبي الفريق الاقوة والمرشع اذن اول مباراتين ما يسهل على الفريق العماني الفريق العماني وين معاناته ويمكن اول امس تكلمت لك غابة القدرة الهجومية عند الفريق يعني الهداف اللي يسجل قبل تذكر يعني مرة السنين الميمني والحوزني اللاعبين على مستوى عالي لكن الفريق باش يتميز على طول من علي الحبسي الى الحارس اللي كان بالولمبيا او بالشباب اللي اختارين عسى اللاعب وفي بطولة خليج ابراهيم 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 خيني ابراهيم خيني فعلى طول تلقى حراسة المرمى قد يكون مركز قوة عند الفريق انت تكلمت على الضعف والبطء بالحالة الدفاعية صح احنا اقوى خطوطنا وتكلمنا بالامس اقوى الخطوط اللي عندنا اللي تلعب المهاجم واللي ورا المهاجم التلال الان راح نرجع على خيارات المدرب وما تعرف لو اريد ان نحط تشكيله احنا ما نحط تشكيله نقول بالله هسا باشر دانيل لو لو يوسف تحير انت انت مو تحير وانا حير اقول يابا دخل ندبه براس المدرب احنا شو علينا مضبوض ولا لا هو المدرب اللي قرر او والله علي جاسم لو مثلا فلان شو علينا المدرب هاي انت من تحتاب المرات انت تحط تشكيله خلي شوية باقي يوم اليوم ان يدرب باللي مرات واحد قريب على الفريق